حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلامة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمر النوء الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشامف لما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هلاك في وحشي نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص قال فسألنا عنه فقيل لنا وذاك في ظل قصره كأنه حميد قال فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فرد علينا السلام قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال يقال لها أم قتال ابنة أبي العيس فولدت له غلاما بمكة فاسترضعه فحملت ذلك الغلام مع أمه فناوتها إياه فلك أني نظرت إلى قدميك قال فكشفع بيد الله وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتلت عيمة ابن عدي ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعمين إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر فلما خرج الناس يوم عينين قال وعينين جبيل تحت أحد وبين هواد خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال قال خرج سباع من مبارز قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال سباع بن أم أنمار يا أبن مقطعة البذور أتحاد لها ورسوله ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب وأكمنت لحمزة تحت صخرة حتى إذا مر علي علي فلما أندنا مني راميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بيني وركيه قال فكان ذلك العهد به قال فلما رجع الناس ورجعت معهم قال فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام قال ثم خرجت إلى الطائف قال فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقيل له إنه لا يهيج للرسل قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني قال أنت وحشي قال قلت نعم قال أنت قتلت حمزة قال قلت قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله إذ قال ما تستطيع أن تغيب عني وجهك قال فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قال قلت لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال فخرجت فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان قال فإذا رجل قائم في ثلمة جيدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه قال فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه قال ووثب إليه رجل من الأنصار قال فضربه بالسيف على هامته قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلمين عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نأكل وما نشبع قال فلعلكم تأكلون مفترقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا أسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه ترجمة نانسي قنقر